نفتح نافذة مع شبكة مرسلين من لندن عمر شاكر وعمر المنيري ومن موسكو يوسف بيغار ومن بروكسل سلام عطلة أبدأ معك عمر شاكر أولا ماذا عن جدوى الأعمال الرئيس الأمريكي متى يلتقي ماي والملكة اليوم؟ هو الآن يحضر مع رئيسة الوزراء تريزا ماي عرضا عسكريا مشتركا بين القوات المكافحة الإرهاب البريطانية والأمريكية لا ينقل مباشرة على الهواء هذا العرض لكن بعده سيتوجه إلى المقر الريفي لرئيسة الوزراء ولقاء تريزا ماي وبدء المحادثات الرسمية بين الجانبين يتوقع حتى خلال الساعتين المقبلتين المحادثات ستركز على قضايا عديدة لا شك أن التجارة ستكون هي القضية الرئيسية لكن الشرق الأوسط سيكون حاضرا الملف النووي الإيراني وقضايا عالمية أخرى بريطانيا تتطلع إلى عقد صفقة تجارية لكن ترامب أثارت جدل يوم أمس بدخوله على خط السجال السياسي الحاصل في بريطانيا بالقول وهنا أقول يعني دعني أشير إلى ماذا قال بالضبط طيب حتى نعود لعمر شاكر عمر المنيري هذه الزيارة استقبلت من قبل اللندنيين بالمظاهرة ضعنا في الأجواء هل ما زالت المظاهرات قائمة وأين عند مقر إقامة ترامب أم أمام البرلمان أو مقر الحكومة نعم محمد تستقبل لندن في كل مكان يذهب إلي دونالد ترامب وهذا هو السبب في أن دونالد ترامب يتنقل هنا بطائرة هيلوكوبتر وطائرات تحميل من كل مكان حوله يعني كما ترى هذا هو البلون الشهير الذي تستقبل به لندن كما ترى هو رضيع لدونالد ترامب وفي يديه بحمول كرمز للتغريدات الشهيرة التي يطلقها دونالد ترامب المظاهرة ستبدأ من هيئة الإذاعة البريطانية وستتحرك في داخل قلب لندن ستبدأ بعد حوالي نصف ساعة من الآن ستستمر هذه المسيرة وتتحرك إلى ميدان طرف الأغار ثم تمر على مقر أسر الوزراء إلى أن تحضر إلى هنا نحن أمام الباب الرئيسي للبرلمان وهنا ستكون كل المظاهرات الكبيرة نتوقع ما بين خمسين إلى مائة ألف متظاهر على الأقل لمسيرات مختلفة نسائية ونشاطاء من جميع الجوانب وبالتحديد حتى تعليقات اليوم حول تصريحات دونالد ترامب يوم أمس مع جريدة الصن الشعبية أكبر جريدة هنا انتقد فيها تريزيمي وقال أنها فشلت في البريكزيت وفشلت في ما قالوا لها ونصحوا بها وأن المولايات المتحدة مع هذه الصفقة وهي الصفقة بريكزيت أو الصفقة الحالية لن يكون هناك صفقة تجارية مع الولايات المتحدة لفشل تريزيمي في هذا كما أنه انتقد أيضا تريزيمي وقال أن بوريس جونسون ومرشح كبير لأن يكون لرئاسة الوزراء بديلا وهذا ما ينتقده البعض قبل زيارته الآن الذي سيتقف فيها مع تريزيمي في المقر الريفي لرئاسة الوزراء ومن ثم سيتحرك إلى سنت هيرست وبعد ذلك سيتحرك إلى سكتلندا حيث ملعب الجولف الذي يمتلكه ترامب يا عمري يلعب على جميع الحبال تحدث عن حجم انتقادات للبريكزيت ولمي ثم تحدث من بروكسل كما تبعت معك بالأمس بعض الكلمات المعسولة عن أن هذا الانفصال عن العباءة الأوروبية صعب ومؤلم على أي حال أذهب إلى يوسف بيغار من موسكو تعلم يوسف أن لقاء ترامب بوتين مرتقب وقريب ما هي الأجواء؟ كيف يستعد بوتين لهذا اللقاء وتستعد موسكو؟ فعلا موسكو الكريملين وبوتين يستعدون للقمة المرتقبة في هلسينك يوم السادس عشر من هذا الشهر بوتين يستغل ما يعرف بديبلوماسية المونديال على هامش هذه المباريات بشكل شبه يومي يلتقي بعدد كبير من الزعماء والرؤساء لبحث عدد كبير من الملفات الأقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي من المفروض أن تكون على أجندة اللقاء بين ترامب وبوتين سيلتقي بوتين يوم غدا أو يوم النهائي المونديال في الخامس عشر من هذا الشهر أي يوم قبل اللقاء ترامب سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث الأزمة بين أوروبا والولايات المتحدة على هامش الرسومات الاقتصادية التي يفرضها ترامب على أوروبا وعلى هامش التصريحات التي أثارها في قمة النيتو الأخيرة عندما اتهم ألمانيا بأنها حبيسة العلاقات الاقتصادية مع روسيا على هامش مشروع تيار الشمال هذا المشروع الكبير الذي تستفيد منها روسيا بمليارات الدولارات كما قلت بوتين يستغل دبلوماسية المونديال يلتقي بعدد كبير من الزعماء يحضر لهذه القمة كونه سيناقش فيها عدد كبير من الملفات في مقدمتها الأزمة السورية الأزمة في أوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران بطبيعة الحال هنا عمل كبير دبلوماسي تقوم به موسكو من أجل التحضير لهذه القمة الاتصالات لا تزال قائمة علمنا بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيلتقي بنظره الأمريكي على هامش قمة هلسينك كذلك لبحث تفاصيل الأزمات ولإيجاد حل وسيد كما قالت الخارجية الروسية عموما الكريملين وصف قمة هلسينك الذي تجمع بين ترامب وبوتين بأنها فرصة لبحث عدد كبير من الملفات المشتركة والإيجاد حلول سواء على الجانب الاقتصادي أو سياسي أو حتى الاجتماعي لكن النقطة التي تثير الجدل هي إعادة إطلاق التصريحات الولايات المتحدة بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية ربما هذه النقطة التي تثيرها هذه يا يوسف صيغة قديمة جديدة يستخدمها ترامب أو يستخدمها بعض السياسيين في واشنطن لسحب المزيد من المكاسب من موسكو لكن في هذا الإطلاق ترامب قال ربما لقائي مع بوتين هو الحلقة الأسهل ضمن جولتي الأوروبية من هذا المنطلق أذهب إلى بروكسل سلامة عطلة يعني تابعت معك سلامة بالأمس قمة الحلف هل وصل ترامب إلى ما كان يبغى ويريد من قمة حلف شمال الأطلسي وما الذي حمله من بروكسل إلى لندن أولا خلط جميع الأوراق أمام الأوروبيين ترك تهديدا مهما في حلف شمال الأطلسي بأنه قادر على الانسحاب من هذا التحالف دون حاجة لموافقة الكونغرس كما قال في مؤتمره الصحفي وهذه طريقة ترامب بأنه يأتي مهددا ثم يأخذ ما يريد ثم يترك لباقي الموظفين إذا صح التعبير إذا تعامل مع نفسه كأنه رجل أعمال يوحي لموظفيه الذين يعملون بعيدا بأنه غاضب ويريد المزيد من العمل ثم يترك تهديدا لكي يتابع التفاصيل ولكي يضمن التفاصيل لأن الاتفاق على انفاق 2% من الناتج الإجمالي المحلي متفق عليه ولكن متى أيضا تم التوافق عليه ولكن كيف هذه القصة الكبيرة التي لم يتوافق حولها المجتمعون في بروكسل سيما وأن كما قال الأوروبيون الركيزة الأساسية في حلف شمال الأطلسي التنبؤ ومع هذا الشخص لا يمكن التنبؤ ومع ذلك عمل الرئيس الأمريكي بطريقة مختلفة ثمانية عشرة شهرا والأوروبيون يراقبون عن كيف تعمل هذه المكنة في السياسة الخارجية الأمريكية فجاءهم جميعا قدم بطواقم كبيرة من كل المجالات تقريبا واستدعل جميع رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأفغاني ووزراء خارجية مصر والسعودية الكثير من اللقاءات وكأن الدنيا كلها هنا في بروكسل عملت وزارة الخارجية الأمريكية خلال الجولة الأوروبية التي بدأت في بروكسل مرورا بلندن ثم بعد ذلك باللقاء مع بوتين بكل طواقمها وهو يعتمد بشكل كبير على الوقت القصير والمكثف للوصول إلى ما يريد هذه الطريقة في العمل الدبلوماسي غير معهودة بالنسبة للأوروبيين ولكن لديهم قرار بأن لا يستفزون هذا الرجل المخيف وفي نفس الوقت لديهم قرار في المقابل بالمواجهة ولكن على الطريقة الأوروبية بالنفس الطويل هم كل حكومات تتعهد بالتزامات وتعرف بأنها لن تحتفظ بها وسترجعها للحكومات اللاحقة وهذا من تبه إليه ترامب ولذلك قال الدفع الآن لا يسم مجرد التزامات حينما يذهب إلى لندن بعد أن يبدو سعيدا في بروكسل ويقول ويقوي السقور في لندن الذين يحملون رؤى متشددة حول خروج بريطانيا من التكتل الموحد فهذا تهديد وجودي للاتحاد الأوروبي الذي يسعى لانفصال سلس بين الطرفين ويؤسس الاتفاقية قد تبدو أنها اتفاقية إنشاء منطقة تجارة ومنطقة جمهوركية موحدة وهذا ما لا يريده ترامب إذا نجح في تقوية السقور في بريطانيا لصالح إضعاف ماي ثم الانتقال بالمفاوضات إلى مرحلة أخرى فهذا يعني نسف كل الجهود والمفاوضات التي تتم حاليا ومنذ أكثر من عام حول خروج بريطانيا هذا يشكل تهديدا كبيرا بالنسبة للأوروبي صحيح يا سلامة هو لا ضامن لترامب ولا لأفكاره ولا لقراراته ولا لمن معه في شراكة ربما اليوم في شراكة وغدا لا يوجد ترامب معه أبدا أذهب إلى عمر شاكر إذا كنت عدت لي يا عمر كنت تتحدث عن جدول الأعمال وكانت هناك بعض تصريحات لتريزا مي عن ربما إبرام صفقة علاقة خاصة بين لندن وواشنطن هل هناك أي إمكانية لإقامة هذه الصفقة عن منطقة تجارة أو اتفاق تجارة حرة بين لندن وواشنطن في عهد ترامب كل المؤشرات كانت تشير إلى ذلك ترامب وعد بذلك بريطانيا تطلع إلى أن تكون هذه زيارة طريقة الممهد لعقد هذه الصفقة لكن بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سجل من العلاقات ممتاز جدا على كافة الأسعدة الأمن الدفاع التجارة البريطانيا المستثمر الأكبر في الولايات المتحدة كذلك على المستوى الثقافي والاجتماعي واحد من كل خمسة أمريكيين تعود أصوله إلى بريطانيا بينهم أربعة وثلاثون رئيسا أمريكيا لكن الجانب السياسي واختلاف بعض التوجهات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة فيما يتعلق مثلا بالتفاق النووي الإيراني بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الجانب الشخصي كذلك هو من يوتر هذه العلاقة بدأ توني بلير رئيس وزراء البريطاني الأسبق وجورج بوش الرئيس الأمريكي الأسبق صديقان مقربان على عكس مثلا شخصية ترامب التي قد تعكر صف العلاقات بين الجانبين رغم حرص المملكة المتحدة على توطيد هذه العلاقات التي تسمى بالعلاقات الخاصة والممتدة منذ أربعينيات القدم الماضية من بروكسل إلى لندن وحتى إلى سكوتلندا سنرى سويا ما الذي يريده ترامب من هذا العالم؟ أشكركم جميعا شبكة مرسلين من لندن عمر شاكر وعمر المنيري ومن موسكو يوسف بيغار ومن بروكسل سلامة أعطى الله أشكركم جميعا شكرا